المواقع الأثرية هي المستهدفة كوثر إنما هي منطقة صور بشكل عام هي منطقة قديمة من أقدم المدن في العالم تعتبر وهي أحدى المدن ذات الحضارة الفينقية القديمة لكن المستهدف هو كان أحد الأحياء الذي يعتبر بحي الأثار وهنا إشارة بأن هناك العديد من المواقع الأثرية الموجودة في مدينة صور هنا القلعة وهناك بعض الأماكن الأثرية التي تعود إلى آلاف السنين ما زالت متواجدة هنا وهذه المنطقة هي أدرجة إحدى المواقع العالمية التراثية أدرجتها الأونسكو من ضمن هذه المواقع الأثرية العالمية إذن منطقة صور هي ليست منطقة سياحية هي منطقة أيضا تضم العديد من المواقع الأثرية ربما أهمها القلعة المعروفة بالقلعة الأثرية وهي قلعة مقصودة سياحيا إضافة إلى الشط المعروف بأنه من أجمل شواطئ لبنان هنا في شط صور وهذه المنطقة السياحية التي تعرف بسيدة البحار هي منطقة سياحية بامتياز لكن هذه الغارات التي استهدفت هذه الأحياء مونة اليوم هي أحياء سكنية وأيضا هي أحياء تضم مرافق سياحية وأيضا مطاعم ومقاهي بحسب المعلومات التي توفرت حتى هذه الساعة الغارات التي استهدفت وهي خمس غارات إضافة إلى الصاروخ التحذيري الذي كان استهدف أحد الأبنية قبل الغارات التي استهدفت الأحياء والتي بحسب آخر المعلومات التي وردت أدت إلى سقوط ست أبنية سكنية وتدمير أحد الأحياء في مدينة صور من بعض المناء ربما نتحدث عن استهدافات تتعلق بمؤسسات تابعة لحزب الله من بينها مؤسسة الشهيد من بينها مؤسسة القرد الحسن أو جمعية القرد الحسن الهيئة الصحية الإسلامية التابعة أيضا لحزب الله من بين الاستهدافات أيضا مبنى البلدية هذه المعلومات الواردة وهذه المؤسسات التي كانت موجودة داخل الأحياء التي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ساعتين منها الآن خمس غارات هذه هي بعض المعالم وبعض المؤسسات التي تتواجد في هذه الأحياء طبعا إضافة إلى المحال التجارية المتواجدة فيها إضافة بطبيعة الحال إلى الأبنية السكنية والحديث في هذه الأثناء يتم عن تدمير ست أبنية بشكل كلي في منطقة صور وبعض الصور التي لم يتم التحقق منها بشكل نهائي كوثر تشير إلى تدمير أحد هذه الأحياء في المدينة إذن الغارات التي استهدفت هذه الأحياء في مدينة صور أدت إلى دمار كبير في المربع الذي حدد بعد ما نشر الجيش الإسرائيلي صباحا حدود هذه الغارات والمناطق التي سيستهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي من بينها انصحت المعلومات هذه المؤسسات التابعة لحزب الله من بينها جمعية القرد الحسن وأيضا مؤسسة الشهيد وغيرها من المؤسسات المتواجدة بكل المناطق اللبنانية كوثر هي لست فقط في الجنوب هي في كل أماكن في قرى الجنوب في بيروت في الضحية الجنوبية لبيروت وشهدنا خلال الأيام الماضية عندما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي جمعية القرد الحسن هناك أفرع من هذه الجمعية موجودة في بيروت وبالتالي هي مؤسسات اجتماعية وهي مؤسسات تعطي خدمات وتقدم خدمات للمواطنين وبالتحديد لعناصر حزب الله لعائلاتهم هناك مؤسسات تابعة لحزب الله تعنى بشؤون عائلات شهداء الجرحة على سبيل المثال هناك مؤسسات طبية أيضا تعطي خدمات ليس فقط للمتفرغين وعناصر حزب الله إنما أيضا لمختلف المواطنين اللبنانيين إذن هذه الغارات التي استهدفت هذه الأحياء كوثر أدت إلى دمار كمير بالدرجة الأولى وبطبيعة الحال أدت إلى تدمير بعض المؤسسات وأيضا المرافق المتواجدة في تلك الأحياء ترجمة نانسي قنقر